لكن في مقال الرأي وده واحد من مكونات ملك وكتابة يوم الجمعة النقد الرياضي العزيز الأستاذ علي بركة النقد الرياضي بالأهرام وهو في نفس الوقت رئيس تحرير مجلة الزمالك أيوة الرئيس تحرير مجلة الزمالك كتب الأستاذ علي بركة مقالة احنا شايفين ان هي مهمة في الأهرام بعنوان بعض من الحب بيقول الأستاذ علي بركة وما يحزنني حقيقة هو الابتزاز الذي يمارسه اللاعبون القدامى على مجالس الإدارات في أندية مصر المختلفة وقد صار حقا مكتسبا العمل في نديهم بعد الاعتزال وبالمرتب الذي يطلبونه وإلا استغلوا وسائل العلم والتواصل الاجتماعي لإثارة الرأي العام ضد اللاعبين والمدربين ومجالس الإدارات المشكلة كما قلت موجودة في كل الأندية عاد النادي الأهلي عاد النادي الأهلي لكنها في الزمالك تبدو واضحة لوجود الأموال التي بها يتم شراء زمم البعض يساعدهم في ذلك بعض الإعلاميين الكلام حرفيا للأستاذ علي بركة وبيقول كل ما أتمنىه للأهلي أن يستمر أبنائه على نفس القدر من الحب لناديهم بينما أتمنى لبعض أبناء الأندية الأخرى أن يتخلصوا من أحقادهم أو حتى من البعض القليل منها كلام طيب وجميل ولكن يعني أنا بس عايز الأستاذ علي بركة بتاعة زمالك يقرأ الأستاذ علي بركة بتاع الأهرام حقيقة هو رجل مكانته كبيرة وقدره مهم صحيح